اهم الاخبار واهم مع رؤيين الصحف بنبدأها كالعادة كل يوم والمهاردة معنا ومنوارنا الاستاذ الصحفي استاذ طارق سعيد وهو مدير تحريك جديد الكرام صباح الخير صباح الخير اهلا محفظ طبعا فيه كذا خبر كده هتلاقيهم هم المتوليين او مستوليين على مجلسات الجرائد ويمكن من اهمها هي طبعا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وماراثون الرئاسة وحلتتها على طول من الشروق تلاتة وسبعين مرشح في اليوم الثاني من موسم الهجرة الى الشهر العقاري مزارع وعاطل وميكانيكي واربع محامين يعلنون تشكيل رابطة المرشحين المغمورين وفي تصريح ايضا للاستاذ المساينة كامل الانتخابات هزلية ومرتضى سابدأ دعاياتي رغم الحظر وخليهم يحبسوا الرئيس القادم ده من الشروق شوف طبعا انتخابات الرئاسة تتعلق بمستقبل هذا الوطن ومصر حتى الان حتى هذه اللحظة تسمى بلد الرئيس هذا منصب رفيع في هذا البلد انا مش عايزة اتكلم الحقيقة عن فكرة المرشحين اول اللي مركز عليه الجرائد انه فلان فلاح وعاطل وميكانيكي من حقق اي حد يسحب ورق الترشح واي حد يقدر يثبت انه جدير بالترشح للرئاسة من حيث انه يستوفي شروط الرئاسة اهلا وسهلا بي اه لا احب التعامل باستخفاف مع اي حد طبعا هناك مرشحين جدين اه معروفين اه مش هيزيدوا عن اربعة خمسة في يعني يعني في احسن الاحوال لكن هنا المسألة انه لاول مرة مصر تفتح باب الترشح للرئاسة لاول مرة مصر بيتقدم ناس لاول مرة مصر بنشوف جدل حوالين اه هذا المنصب اه الموضوع اللي انا عايزة اتكلم فيه الحقيقة انه هذا المنصب الرفيع متعلق بروح هذا البلد هذا البلد امتلك روح جديدة امتلك روح وسابة تريد ان تقفز به الى المستقبل وعلى الناس ان يختاروا من بين المرشحين من يستطيع ان يفعل ذلك احنا شفنا مرشحين تعدوا السبعين شفنا مرشحين متهمين في موقعة الجمل شفنا مرشحين متقدم لدهم بلاغات ومتسقع في مكتب النائب العام اربعين بلاغ متقدمين ضد الفريق احمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل شفنا ناس محسوبين على الفلول او هم فلول متقدمين لهذه الانتخابات ده كله بسبب حاجة واحدة انه لم يتم منقشة قانون او اصدار قانون العزل السياسي وتأخيره طبعا يشكل كارثة انا عايز اديك مسالين بس وعايز اقول للسادة المشاهدين الرسول بوعس وهو في الاربعين في الاربعينات من عمر رسول عدد السلام طلع اسامة بن زيد وهو عنده 17 سنة على رأس بعسة فيها كبار الصحابة فاحنا بنتكلم على انه الشباب الذي قام بثورة يجب ان يختار من يمثل هذه الثورة اه لا وليس العكس اه بس الشباب ما هذه فكرة اما هو اه عشان يختار وهو لازم يختار مرشح مقارب لي ومقارب لسن ويمكن اكتر مرشح ممكن يكون يرتبط باسم الشباب هو مسلا خالد علي يعني يعني لا مش بقول على الا اللي هم موجودين يعني مش بقول لا في موجودين على الساحة اه في حمدين صباحي اه في عبد المنعم الشباب هنا عندنا مطاط شوية في عبد المنعم بالفتوح اه في المستشار هشام البستويسي اه وسلاستهم كانوا ضد النظام اه واتهدوا في اه في ظل النظام السابق اه ولهم تاريخ سياسي تمام انا اتحدث هنا عن محاولة ليس لسرقة الثورة اه محاولة لسرقة روح هذا البلد اه هذا البلد الذي امتلك روحا جديدة لا يجب بأي حال من الاحوال ان نسمح بمحاولة اه سرقة تمام اه موضوع ومعركة حظر الدعاية ايه بقى في مشاكل كتير في مشاكل كتير وتعقدات مش موضوع حظر الدعاية بس في مشكلة حوالين المادة 28 التي تحصن اه اللجنة العليا للانتخابات طريق سعيد لو ما ترشحش للانتخابات واللجنة العليا اخترته اه او قالت هو الرئيس محدش يقدر يطعم على اللجنة العليا يعني قضاء اه المشكلة مش في في المادة المشكلة في القائمين على اللجنة العليا لان عليهم علامات كثيرة جدا وبعضهم ينتمي الى النظام السابق وبعضهم قدم خدمات للنظام السابق يعني المادة 28 دي كانت تبقى مادة محترمة لو ان القائمين على اللجنة العليا للانتخابات اه لا تشوبهم شائبة لكن طالما تشوبهم شائبة يبقى انا لازم اشك ان المادة 28 دي مادة غلط فكرة حظر الدعاية وقصرها على 21 يوم انت بتتكلم فيه مرشح هيلف محافظات كتيرة جدا لما بتقول انتخابات مجلس الشعب بتدي الناس فترة كافية من الوقت ده يخليني اقول وكمان فكرة الكلام الذي يدور حولها مرشح توفقي ما بين الاخوان والمجلس العسكري يعني انت بتحاول بشكل او باخر لا مش قرد جميع الاطراف افصل الانتخابات على مقاس حد بعينه وده السؤال بقى هل سياسيا هل حيتم السماح بدوت سواء تفصيل الانتخابات على مقاس مش هقول حد بعينه بس اتجاه سياسي بعينه او فرض شخصية ما او استغلال وده اللي حصل ممكن ايام مجلس الشعب استغلال عدم وعي او الجهل او مشاكل كتيرة جدا الناخب بغض النظر عن احترامنا الشديد طبعا لكوننا ناخبين مصري بس عندنا مشاكل كتيرة احنا عارفينها وبالت نتياجة في مجلس الشعب هل ده ممكن يحصل في انتخابات الرئاسة برضو وازاي ممكن ما يحصلش بس انا دايما براهن على وعي الناس وفيه اشياء لن تحترم في هذا الكلام لن يحترم سقف الدعاية لن يلتزم احد بسقف الدعاية متأكد من دروقتي اه متأكد جدا 10 مليون جنيه لن يلتزم احد بسقف الدعاية المالي لن يلتزم احد او مرشح رئاسي بالفترة اللي حددوها للدعاية الواحد وعشرين يوم البسترات وكلنا شايفين البسترات مالية الشوارع لمختلف المرشحين ولا تملك اللجنة العليا من وجهة نظري شط اي مرشح لانه ده حيصير جدل لا طاقة لهم به هيخلف لان انت حاطت القانون اصلا لم تراعي فيه اشياء كثيرة جدا يعني انت حاطت القانون عشان يتخالف عشان الناس تخالفوا كنت حطت القانون متوازن نهيك على انه يعني مش هنتكلم في كلام انا قلته في البرنامج ده قبل كده انه الفترة الانتقالية اللي هي ماشية بظهرها احنا بننتخب انتخبنا مجلس شعب مش عارفين صلاحياته وطلعين ننتخب رئيس ها او بدأنا فاتح باب التراشح لرئاسة لرئيس مش معروف صلاحياته يعني سيبك نهيك على هزا الكلام احنا قلناه لكن فعلا المسائل ما زالت تدار بشكل خطأ كما كانت تدار منذ اللحظة الاولى الانتصار الثورة المصرية العظيمة يعني عمالها هنتابع هو اكيد هو ده من الموضوع المهمة زي ما احنا قلنا تاني او الاهمة على الساحة حاليا الموضوع التاني واللي يشغل الرأي العام هو معركة تكسير العظام كما اطلقت عليها جريت الشروق ما بين البرلمان وبين الحكومة وصلنا لايه دوت؟ يعني طبعا الحصن امبارح كان موقف ده يحصل عليه لا توجد معركة ها يوجد ايه طيب؟ يوجد مناورة بيعملها حزب الاغلبية لحكتين استنهاض قواعده ورفع شعبيته في الشارع وعشان يقول انا ما زلته على حماس القديم وما زلته امتلك روح المعارضة فبينوره مع الحكومة في ظني وفي اغلب الظن انه لن تصحب السقة ولا ما فيش حاجة اسمها صحب السقة هذه ليست حكومة برلمانية ولم تأخذ سقتها من البرلمان ولا يوجد في الاعلان الدستوري مادة تحق او توعت البرلمان الحق في تشكيل حكومة المجلس الاعلى القائم بمقام رئيس الجمهورية من حقه فقط تشكيل الحكومة ده نمرة واحد نمرة اتنين انت هتتكلم عن تشكيل حكومة وانت داخل على انتخابات بالزبق دي منورة ما بين اغلبية البرلمان وما بين المجلس العسكري وكل طرف يحاول الضغط على الاخل ليست معركة تكسير عزم ولن تنتهي في ظني باقالة حكومة الجنزوري هو الكلام هنا التلوح هنا بعدم منح حكومة السقة لكن انا اسحب منها السقة لم اعطيها السقة لكي اسحبها ليست حكومة برلمانية وفي اعتقادي ان الاخوان مش عايزين يشيلوا اللي هما الاغلبية البرلمانية مش عايزين يشيلوا الشيلة دا الشيلة دي دلوقتي لان هي شيلة صعبة هلممكن شيلها بعدين ممكن بعدين ممكن بعدين في اطار اتفاق مع الرئيس القادم لكن دلوقتي انا في ظني لا توجد معركة توجد منورة فقط طيب بس لما هو كده يبقى تفسر بايه العروان الرئيسي في مصر اليوم الشعب يبدأ باسقاط حكومة الجنزوري ما انا بقول لحضرتك هل ذي مثلا شغل اعلامي مسلا لا يعني منشط الشرق اقوى مسلا معركة تكسير عزام الشعب يبدأ اسقاط حكومة الجنزوري انا في اعتقد ان في الاهرام برضو في الاهرام اعتقد برضو برلماني الثورة يبدأ اجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري بولك يعني منتكلم كالذي وقع سحب الثقة سحب الثقة اصلا مصطلح خطأ تسطوريا ليست حكومة برلمانية لم اعطيها الثقة لكي اسحب منها الثقة انا مش حديهم هما بيقولوا لم نمنح الثقة لهذه الحكومة انا قلت لك ده في اطار مناورات في اطار ترتيب الفترة او ما تبقى من الفترة الانتقالية والاتفاق على مرشح توفقي في اوراق قوة في ايد اطراف بعينها في هذا البلد تناور وتتطفق وتختلف في الشكل لكن المضمون هناك اتفاق والتوقيت برضو اعتقدش ان هو يكون مناسب نكلم في مارس وفي مايو وفي تغيبات الرئاسة مفيش وقت حكومة مفيش وقت تشكل حكومة مفيش وقت تشكل لانك ايكذا رئيسي جديد اعتقد ان هو حيأتي بحكومة اغلب الظن انه ممكن يحصل تعديل وزاري ويخرج بعض الوزراء ويأتي بعض ده اذا حصل يعني خبر اثار الجدل الانبارح وده من المصر اليوم برضو صفحة الرئيسية صفحة الاولى القضاء العسكري يبرق المجند المتهم في قضية كشوف العذرية سميرة ابراهيم تبكي وتهتف ضد العسكر والمتهم احنا فاضين علشان نكشف على البنات تحليلك بس انا عجرفة جندي عجرفة جندي لما يقول في المحكمة احنا مش فاضين عشان نكشف على بنات انا شفت الحقيقة هو بيتكلم في المحكمة العسكرية ومش عايزة اعلق لكن عايزة اقولك سميرة ابراهيم هي وجهة لبنات مصر اللي لعبه دور مهم في هذه الثورة ووجهة مشرفة طبع لكل بنت مصرية هي بنت منضلة ومقتلة وبغد النظر عن حكم القضاء اللي اعتقد انه يبقى فيه درجة اخرى من التقاضي لانه القضاء العسكري حصل فيه تعديل سمح بدرجة اخرى لكني يعني عايزة اقولها من هنا سميرة انت وجه مشرف لكل بنات مصر انت منضلة محترمة ثورية ولا يعيبك ابدا حكم القضاء العسكري بتبرئة هذا الجندي المتعجرف اللي بيقول كلام مالوش علاقة بالقضية لكنه في النهاية اختنا سميرة هي وجهة ابيض ناصع لكل بنات مصر ولا يمسها على الاطلاق انه حصل حكم هي قالت في المصر اليوم في اتصالها تفي بعد صدور الحكم قالت انها كانت تتوقع ذلك لان المحكمة العسكرية لن تدين نفسها وتابعت قالت ان حتى الان لا اعرف خطواتي المقبلة مؤكدة ان والدها رحب بحكم البراء للمتهم بدل من ان ينال حكما مخففا شوف انت صار سميرة الحقيقي بحكم المحكمة الذي اوقف كشف العزرية ايه بالضبط اذا ما كانش فيه كشف عزرية يبقى حكم المحكمة طالع بناء على ايه لا فيه كان فيه كشف عزرية وفيه محكمة مخترمة ها قالت انه اه فيه وطلعت حكم قضائي اه وانا اعتقد ان القضاء المدني اكثر اتصاقا يعني وثقة في الموضوع طيب هنروح بقى على الاهرام الحقيقة وفيه خبر مصير جدا بعد 12 سنة غياب عودت 8 قطع اثرية مسروقة لمصر وده يمكن التفاصيل بعد عامين من الاتصالات وجدل القروني تلقت السفارة المصرية في مدريد خطبة من الحكومة الاسبانية بالموافقة النهائية منذ الاسبانية ومصر عاملين في شغل جامل تلك طلقت السفارة المصرية في المدريد خطبة من الحكومة الاسبانية بالموافقة النهائية على تسليم 8 قطع اثرية مسروقة من مقبرة امي بحور احد كبار الموظفين في عصر الاسرة السادسة الفرعونية بمنطقة سقارة يمكن هذا الملف ملف تهريب الاثار هو ملف مستمر وجدل وحيفضل مستمر وجدل ومش عارف هنوصل فيه لإيه بصر شوف انا في متن الخبر انه سنتين بنتفاوض والموضوع بعد الثورة رجعت نعني اظرك عندما يوجد حكومة محترمة وعندما يوجد نظام محترم يحترم العالم وينظر اليه باحترام سوف تعود اشياء كثيرة لمصر سوف تعود اثار اخرى سوف تعود الاموال المنهوبة والاهم من ده كله سوف تعود مصر الى دورها العربي والاقليمي ونفوذها على المستوى الدولي ده شرطه وده يعني مكتوب يمكن في متن الخبر ان احنا بقالنا سنتين بنتفاول ما رجعتش غير بعد بعد الثورة سوف تعود اشياء كثيرة الى هذا البلد اذا يعني استعاد دوره خبر برضه اعتقد انه لازم نعمل عليه سباطلت او يعني ضوء محجبات في الدبلوماسية المصرية لأول مرة تنطوي يقر حركة تنقلات 44-0 مصريا لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية نجح تلت دبلوماسيات محجبات في امتحان الدبلوماسيين وده الامر اللي كان ممنوع تماما في السابق دون وجود قرار بذلك حيث كان نصيب المحجبات دائما الرسوب رغم اجتياز الامتحانات التحريرية تعليقك ده اهميته احترام احترام الحرية الشخصية لأي مواطن يعني قبل كده كان ممنوع تطلع مزيعة محجبة مضيفة طيران محجبة انه محدش يدخل السلك الدبلوماسي من السيدات المحجبات لكنه بعد الثورة اختلفت المعايير واختلف طريقة اختيار الاشخاص وبقى فيه احترام واجب ولازم وضروري لحرية اي شخص في انه يتحجب او ما يتحجبش انه يلبس نقاب او ما يلبسش او يقول رأيه بصراحة ده جزء مهم جدا من احترام حرية الاشخاص او احترام حرية الرأي والتعبير اعتقد انه بعد فترة ممكن في التلفزيون المصر نشوف او كان فيه مشكلة الخمس مزعات قبل الصور الحجاب دخل الى التلفزيون ودخل الى الدبلوماسية ودخل الى يعني عالم الطيران اهلا وسهلا كجزء من الحرية الشخصية نروح بقى الرياضة الترس الاهلي والزمالك يرفضان عودة النشاط الرياضي القصاص والافراج عن المتهمي وتقديم الجناد للعدالة اهم مطالب الروابط الجماهيرية دا لها او يمكن يكون فيه بطولة جديدة باسم دورة الشهيد وطلب طلعوا مبارح بيان الالترس الاهلاوي والزمالك طلعوا بيان مشترك قالوا فيه انهم بيطلبوا بسرعة القصاص من الجناد في مذبحة بورسعيد وطلب البيان بالتحقيق العدالة وسرعة محاسبة كل المسؤولين عن هذه المجزرة والشفافية الكاملة في اعلان انها لن تقبل باي كبش فداء يتم تقديمه للتسطر على من دبر هذه الجريمة هو طبعا تلع قرار بإلغاء الدور العام لكن انا عايزة اتكلم هنا عن ظاهرة الالترس التي تتم محاربتها بدلا من الاستفادة منها انا عايزة اقول لك الالترس الاهلي والزمالك والالترس ان ديه كتير لعب دور مهم جدا في الثورة المصرية انا عايزة اقول لك في موقعة الجمل قدم شباب الالترس العديد من الشهداء طبعا مطالبهم مشروع جدا حتى الان ما فيش نام الكلام خالص عن التحقيقات مجلس الشعب قدم تقرير مبدئي والغاية دلوقتي قالوا الكلام ده من 3-4 اسابيع قالوا بعد اسبوع هنقدم التقرير النهائي ما طلعش التقرير النهائي ولم يقدم حتى الان من حق الترس الاهل والزمالك ان يطالب بسرعة القصاص وتقديم الجناة والمحاكمات العادلة وما حدث فعلا لما يكن مجرد شغب ملاعب اللي حدث كان مؤمرة كاملة الاوصاف زنبولة او كاملة الاركان شايف ان الرأي العامل منشغل حاليا بقى بانتخابات الرئاسة وبالدستور وبالفترة الانتقالية ممكن ينشغل ان دي الحاجة الوحيدة اللي احنا هنفضل نفضل وراها عشان نطالب بالقصاص للشهداء في مسبحة لا مفيش حاجة هتعدي مفيش حاجة هتعدي والالترس حسب معلوماتي هم شباب منظم وعارفين قضاياهم كويس وبيشوروا عليها بشكل كويس وعندهم من القدرة ان هم يضغطوا لتحقيق مطالبهم بشكل سلمي وبشكل محترم ولا اعتقد انه يعني المثل القائل لا يضيح حق وراءهم مطالب كان ماشي قبل الثورة دلوقتي ماشي جدا بعد الثورة العظيمة دي ولا اعتقد انه حق الشباب واحنا لا يجب ان نسمح كاعلام ومهتمين بالشأن العام ان نسمح ان حق الشباب يضيع لانه ده جزء من حق هذا البلد اكيد استاذ طارق سعيد المدير التحقيق بجالة القرامة شكرا جزيلا وصباح الخير صباح الخير مشاهدينا احنا رحضوا على تقرير القرية الزكية اقليم فيها مؤتمر بعنوان علماء مصري وشاركونا في دعم البحث العلمي والصياغة الدستور وذلك كان بحضور مفتي الجمهورية دكتور علي جمعة ودكتور مجد يعقوب ووزير التربية والتعليم وده احنا نشوفه من خلال التقرير التاني ونرجع تاني نكمل نهارك سعيد خليكم معي